جلسنا في هذه الصالة ثلاثة ايام متتالية بحثا عن دعائم الامن والسلام الدائمين في البلاد فالمرأة هي الجندية والشرطية والبرلمانية ورائلة مجتمع مدني فالسلطات العليا في البلاد تولي اهتماما بالغا للنساء كي يشاركنا في عملية التنمية المستدامة وزير الدولة المكلف بالمصالحة الوطنية والحوار الشيخ ابن عمر ممثلا لرئيس الوزراء باهيم باتاكيالبر اثناء على جهود المرأة التشادشة في جميع المجالات مشيدا بانجاح هذا المنتدى مؤكدا بان البلاد مقبلة لتنظيم منتدى وطني شامل فللمرأة فيه مكانة خاصة وزيرة استصلاح الاراضي السكن والتمدن امن احامر ترنا ممثلة لوزيرة المرأة شكرة المشاركات في هذا المنتدى وغالت ان مبدأ التسامح والتعايش السلمي وقبول الاخر هو السلام والامن في حد ذاته مطالبتنا الجميع التحل بروح المحبة والوطنية من اجل بناء شاد افضل كما قدمت رسائل خاصة من قبل المشاركات لكل من المجلس العسكري على الدور الذي قام به في عملية الامن والسلام والحكومة الانتقالية وشركاء البلاد وكذا وزارة المرأة والاسرة وحماية الطفولة فضلا عن الرسالة الخاصة التي قدمتها النساء التي اتينا من الدول الصديقة قضية الامن والسلام جعلت الرائدات في الجيش ان يقدمنا رسالة الى الحكومات لمشاركة المرأة ضمن المناصب في الوحدات العسكرية خصوصا في اللجنة الامنية لحوض بحير الشاد وقوات منطقة الساحل بتوفير المعدات اللازمة كما طلبنا المشاركات رجال الدين واولياء امور الاسر الى تعزيز التربية الروحية في وسط المجتمع الشادي لانهما المدرستان الاساسياتان لتربية الفرد